بسم الله الرحمن الرحيم هنحاول نتكلم في الفيديو ده عن الامج بروسسنج نتأكد بس العشان ناخد مقدمة عن الامج بروسسنج هغير بس الستايل تمام عايزين نتكلم عن الامج بروسسنج لو فرضنا اللي انا كان عندي صورة والصورة دي فيها اوبجيكت معين وليكن مثلا قطة ولا حاجة او كلبة او اي حيوان او كانت صورة مثلا اللي كانت موجودة عندي لصورة لايسنز بليد او صورة فينجر برينت مثلا ولا حاجة او صورة اشعة مثلا معينة لجزء من الجسم مثلا الرئة مثلا ولا حاجة يعني المهم كان عندي صورة والصورة دي انا عايز ابدأ اتعرف على الوبجيكت اللي كان موجود فيها في خطوات اساسية بنعملها في الامج بروسسنج عشان نعمل مهمة زي المهمات دي تمام انا طبعا هتكلم على الشكل الكلاسيك او الشكل القديم اللي كنا بنبقى شغالين فيه مع الصور دي اول حاجة تبقى مطلوبة مني لانا لازم اوفر داتا سيت يعني ادور على النت كده وابدأ ادور على داتا سيت للحاجة اللي انا عايز اشتغل عليها مثلا عايز افرغ ما بين صور القطط والكلاب يبقى المطلوب ادور على داتا سيت فيها كاتس وفيها دوكس لو عايز ادور على صور اشعة اكس ريي بادور على ال اكس ريي امجز ده لو تطبيق طبي مثلا مالله حاجة. وهكزا بقى على حسب الاتابيس اللي انا عايز اشتغل عليها. طبعا فيه مواقع كتير مشهورة موجودة عليها داتا سيت وممكن ندور بشكل عام على جوجل. تمام? اه من مواقع دي هو مواقع طبعا كاجل وازم فيه برضو تابعة جوجل حاجة اسمها جوجل داتا سيت. ممكن ندور بشكل عام على الدياتا سيت اللي احنا عايزين نشتغل عليه. طيب دي اول مرحلة المفروض في الشغل بتاعي اللي انا هدور على ال data set اللي انا هشتغل عليها. تاني خطوة المفروضة هنبدأ نشتغل عليها بعد ما جبنا ال data set اللي موجودة عندنا اللي احنا هنحاول نعمل processing لل data دي. او processing لل data اللي موجودة عندنا. تمام? ال data اللي موجودة عندي اللي هي الصور يعني اللي انا شغال عليها. الصور دي اللي انا شغال عليها زي ما قلنا ممكن تكون صور آآ بايوماتريكس يعني ممكن تكون مسلا صور عبارة عن فيس شغال مثلا فيس رجونيشن او شغال ايرس او شغال مع فنجر برينت مثلا او شغال مع تيس ايدنتفيكيشن او يعني طبعا احنا عندنا حاجات كتير بايوماتريكس وموجودة عندنا صور حاجات كتير او object نقدر نعمل لها رجونيشن. تمام? الكلام ده. فيه طبعا فيه البال مبرينت. اللي هو الباصمة بت� merci تليات دي نفسها كلها على بعدهاawy كزا. تمام? طيب بعد ما جبت الصورة اللي كانت موجودة عندي او جبت قاعة البيانات اللي موجودة عندي. في بعض المشاكل اساسية بته نبقى موجودة عندنا في قاعة البيانات. ممكن الصورة اللي كانت موجودة عندي ديت مايكونش كل الصورة اللي هي نفس السيز. الطول والعرض بتاع الصورة والنوع بتاع الصورة اللي كانت موجودة عندي ما يكونش متوافق مع بعضه تمام يعني ممكن تكون ابعاد الصورة بتاعتي مثلا 200 في 300 دي صورة من الصور صورة تانية مثلا ابعاد بتاعتها مثلا 500 في 700 تمام طيب يفضل طبعا عشان اعمل الرجونيشن للصور دي بما اني هستخدم في النهائن يوران لطورك فيفضل الابعاد اللي كانت موجودة عندنا اللي احنا شغالين بها من الاول تكون ابعاد واحدة تمام يعني لازم كل الصور يكون لها نفس الطول ونفس العرض تمام او نفس الابعاد اللي موجودة عندنا طيب الانواع الاساسية بتاعت الصور اللي موجودة عندنا ممكن الصورة تكون binary image binary image دي عن الصورة كل اللي موجود فيها عبارة عن صفار ووحايت او بنسميها باسم تاني black white image يبقى القيم اللي موجود عندي في الصورة كلها عبارة عن صفار ووحايت تمام ده النوع الاولان اللي بنسميه binary image تمام ممكن نلاقي حاجات زي كده في صور طبية أو لو أنا كنت بحول الصورة دي بعمل لها عملية زي الـ Edge Detection أو بعمل لها حاجات زي كده فممكن الصورة تتحول نتيجة العملية ديت لـ Binary Image برضو لو بنعمل روجا أو ديليجا فبعض العمليات دي بتحول الصورة الموجودة عندي لـ Binary Image لكن في الغالب مش هتبقى الصورة من البداية معايا Binary طيب فيه نوع تاني من الصور من سميه Gray Scale في حالة Gray Scale Image دي ممكن تكون الصور الصورة الموجودة عندنا ديت تمام هيبقى فيها قيم في الرنج من 0 لحد 255 تمام من نسباله قيمة الزيرو دي يعني معناها اللون اسود من نسباله 255 دي اللون أبيض وما بينهم هتبقى موجود درجات الرمادي من نسبالنا لحالة أولنية دي كان عندنا الصفر ده اسود والواحد دوت أبيض ما كانش عندي خير لونين بس في الصور لكن هنا عندنا 255 level تمام بدء من الصفر لحد 255 تمام أو 256 level تمام فبالنسباله موجودة عنده الدرجات بتاعت الرمادي كلها من أول لسود لحد الأبيض تمام ده الشكل التاني أو النوع التاني من أنواع الصور ثالث نوع من أنواع الصور نسميه الـ RGB image أو color image طبعا في النوعين الأولين دول الصورة بيبقى فيها بس صفوف وأعمدة يعني بتبقى عبارة عن ماتريكس واحدة بتتكون من عدد من الصفوف وعدد من الأعمدة الشكل التالث اللي موجود عندنا أو النوع التالث اللي بنتكلم عليه اللي هو من نسبالنا color image أو الـ RGB الصورة بتبقى عبارة عن 3 3 متريكس تمام كلام ده واحدة خاصة باللون الـ red واحدة خاصة بالـ green واحدة خاصة بالـ blue يعني نقدر نعتبر الموضوع كده تمام هو طبعا الموضوع مبقاش بالشكل اللي أنا بقوله كده بالزبط هو المفروض بيبقى فيه نسبة يعني مثلا لو فيه نقطة معينة معروضة في الصورة يعني عندي الصورة الأصلية هي وفيه عندي هنا قيمة معينة معروضة وليكن مثلا نفترض اللون اللي كان موجود عندي مثلا لون أصفر تمام فاللون الأصفر ده هيقبله نسبة من اللون أو نسبة أو رقم موجود عندنا في الماتريكس الأولانية ورقم موجود في الماتريكس التانية ورقم موجود في الماتريكس التالتة يبقى اللون ده هيقابل قيمة في الثلاثة ماتريكس دول تمام كلام ده طبعا في علاقة ما بين القيمة الموجودة في الصورة اللي موجودة عندي وما بين اللي هتبقى موجودة في الثلاثة ماتريكس سواء قيمة ال-R أو ال-G أو ال-B تمام طيب يبقى أنا بالنسبة لي كده الصورة ال-RGB هيبقى في الغالب الأبعاد بتاعتها مثلا يعني 500 في 500 في 3 يعني أنا عندي ثلاثة ماتريكس أو ثلاثة مصفوفات وكل واحدة منهم أبعادها 500 في 500 عشان نجيب قيمة لون زي ما قلنا باخد قيمة اللي كانت الموجودة أو المقابلة لها في الماتريكس الأولى والتانية والتالتة وكل واحدة منهم مضروبة في نسبة معينة عشان تطلع للقيمة بتاعت اللون اللي هيظهر لي على الشاشة تمام طيب ده بالنسبة للصور الملونة طيب في نوع تاني من الصور برضو بيبقى صور ملونة بس ما تبقاش تلاتة ماتريكس بتبقى ماتريكس واحدة دي بنسميها Indexed Image تمام طيب ده يفرق معاه في إيه وقت ماجي شغال مع الصور احنا زي ما قلنا الأبعاد هنا عبارة عن ثلاثة ماتريكس في اللي فاتهم أنا كان بالنسبة للأبعاد سواء في الباينل أو في جري سكيل كانت عبارة عن عدد من الصفوف وعدد من الأعمدة بس يعني الأبعاد بتاعتي مثلا زي 200 في 200 مثلا تمام طيب ينفع أشتغل مع صور بعدين يبقى عندي صور بعدين وصور هنا كانت موجودة عندنا عبارة عن ثلاثة أبعاد فيها صفوف وعمدة وعدد من الماتريكس لأ لازم نوحد الأبعاد اللي كانت موجودة عندنا تمام يبقى المفروض وقتا ما جاء اشتغل واشوف الداتابيس بتاعتي أبدأ اشوف لو لقيت مثلا فيها صور جري سكيل وفيها صور كالرد تمام وديم حل من الاتنين ياما ألغي صور الجري سكيل دي خالص واشتغل مع الصور ملونة بس تمام وتبقى كل الأبعاد بتاعتي صفوف عمدة في ثلاثة تمام ودي تبقى الداتابيس اللي انا اشغل بيها ياما حل تاني اللي انا احاول كل الصور جري سكيل اللي كانت موجودة عندنا او الصور ملونة كلها معلش الصور الارجي بي يعني اللي كانت موجودة عندي احولها كلها لجري سكيل يعني احاول كل الصور الارجي بي الى جري سكيل طبعا الأمر بتاعها في المتلاب اللي هو ارجي بي تو جري ده أحد الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان نحاول الصورة بتاعتنا من صورة ملونة لجري او لو انا خدت الماتريكس اللي كانت موجودة عندنا في المص او الماتريكس رقم اثنين وعلى الطالة الوحدها فبتطلع هي الصورة بتاعت الجري سكيل تمام عشان كده قلت لكم احنا ما نقدرش يعني انا بحاول اوسط الموضوع اقول اكناها ماتريكس للريد وماتريكس الجيرين وماتريكس البلو لكن هي فعليا بالنسبة للماتريكس التانية دي هتديله لو عرض طالة الوحدها هتلاقي الصورة تحول بتاعتك لجري تمام طبعا هي بالنسبة تختلف عن الارقام اللي هتطلعلي في حالة تحولها باستخدام ده لت ار جي بيت وجري تمام والنسب بتاعت التلات الوان مع بعض زي ما قلنا هي اللي هتديلنا القيمة اللي هتبقى معروضة عندنا على الشاشة يبقى الخلاصة بتاعت الكلام اللي تكلمنا فيه اللي احنا عندنا صور تمام في قاعدة بيانات والصور دي ممكن تكون مختلفة في الصيز وممكن تكون مختلفة في الطيب بتاعها فاحنا وحدنا الصيز بتاعها ممكن طبعا الكلام ده نعمله في المتلاب باستخدام ده لترصيز تمام وهنوحد الطيب بتاعها زي ما قلنا يا اما خليها كلها جري سكيل يا اما هشيل الصور الجري سكيل واسيب الصور الار جي بي المفروض يبقى الطيب كله في النهاية بالنسبة لي واحد يا اما يبقى كلهم اول ارجي بي يا اما كلهم اول جري يبقى انا كده زبط الابعاد بتاعتي وزبط الطيب بتاعها طيب ايه المشاكل التانية اللي ممكن تكون موجودة عندنا في الصورة بتاعتنا المشاكل اللي ممكن تكون موجودة عندنا في الصورة بتاعتنا اللي الصورة ممكن يكون عليها نويز تمام طيب النويز دي فيه انواع اساسية للنويز ممكن تكون موجودة عندنا على الصور ممكن يكون عليها random noise. او noise عشوائية او بنسميها هواية جاوس يعني noise يعني. وممكن يكون عليها speckle noise. اكتبها معلش تاني. speckle noise. وممكن يكون عليها salt and paper. نويز. طبعا المتلاب عنده دولة اللي نقدر نولد عن طريق هالنويز دي لها عن طريق دلت اي ام. ونقدر نعمل ريموف للنويز دي برضو باستخدام دولة مختلفة.